أبعاد جديدة للغة العربية بدأت تأخذها الجامعات البولندية في ظل تزايد الاهتمام بالثقافة العربية والإسلامية مؤخرا فهذه جامعة ياغولونيسكي في مدينة كاراكوف أعرق المؤسسات التعليمية في أوروبا الوسطى والشرقية يتقدم إليها سنويا ما يزيد عن 250 طالبا من بولندا والذين اختاروا دراسة علوم اللغة العربية مع الأدب وشؤون التاريخ العربي والإسلامي عندنا علاقات منذ سنوات مع مملكة وكم طلبا سفروا إلى منح دراسية إلى مملكة فكم منح مثلا للطالبات في جامعة أميرة نورا وطلاب في جامعة ملك سعود قسم اللغة العربية في الجامعة الذي تأسس قبل أكثر من مئة عام تدرس فيه أيضا بعض اللهجات العربية عند السنة الأخيرة من التخرج فلهجات أهل مصر والشام والمغرب العربي لوحظ نطقها عند بعض الطلبة أول شي أنا دخلت قسم اللغة العربية أنه بحب العربي كتير ودوما كنت شطورة بالمدرسة باللغة العربية لأنه عندي اهتمام كتير كتير كبير بالأدبيات وبالشعر كما أن الالتحاق بهذا القسم لم يقتصر على الطلبة البولنديين فقط بل إن بعض الطلبة الأوكرانيين الذين نزحوا إلى كراكوف اختاروا تجربة دراسة العلوم العربية ومعرفة تفاصيلها أدرس في الجامعة في كلية الأورى العربية وأنا أحب أن أدرس الأورى العربية والتاريخ العربية ورغم الإمكانيات التي تملكها الجامعة في التدريس إلا أن دراسة العربية تظل مرهونة بالدعم والتواصل من قبل الجامعات والمؤسسات في الوطن العربي من أجل نشر لغة وثقافة عربية واضحة هانس ويان العربية